نفت هيئة المنافذ الحدودية دخول أي قوات أمريكية إلى العراق وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي في بيان أن الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات أمريكية إلى العراق عبر منافذنا الغربية طريبيل والوليد والقائم عارية عن الصحة وأضف أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية داعيا إلى توخي الدقة في نقل المعلومة لتجنب تضليل الرأي العام وكانت وسائل أعلام قد ذكرت أن هناك أنباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار قادمة من الأردن